مع سكان حي مئة سكن بمدينة تيسمسيلت المديريات المختصة في استغلال المياه الطبيعية وتحويلها إلى ضرورة عادة النظر في منبع مائي طبيعي وكعب الحي بغية الاستفادة من مياهه العظبة بدل ربطه بشبكة صرف المياه ويعرف هذا المنبع باسم معين تيسمسيلت حيث كان في وقته سابق مصدرا طبيعيا للمياه الشروب قبل أن تنطلق أشهر شبكة الصرف في المنطقة محمد غلائش رصدنا ناتاليا محمد غلائش رصدنا محمد غلائش رصدنا حين أتشكن هذو اللي راموا هنا يا كانوا يشربوا من هاد العين وليوم كنا معاطينا المعرى قاعدة ضايع العين ورامة خلطة مع الرغار نحوس ونطلبهم السلطة المحلية باش يسربوا الرغار عليها باش ندوا العين للمسجد نسفادوا منها ونديروا منها الغرش كينا حتى متوسيطة كينا ثانوية على حدنا يسفادوا منها نقدروا نخدموا بها الغرس نسقي الأشجار توضيها للمسجد أي يسحقوها الناس للسانيتير للسجرة ليسي حذانا قادر ليسي يسفاد منها ثاني يقدروا يدوم منها يسفادوا منها لدينا مشكلة تاع العين هذي راهي مأثرى شوية على المنطقة هذي هنا راهي مأثرى على المتوسطة على السيام راهي المنتحة يخرج تلف ماء وزيادة على ذلك ماذا بنا نستفادوا منها ما ترحش هكذاك ما ذاعش ما صالح للاستعمال نحن ماذا بنا ما دام المشروع أنت على المسجد هذا جاء ماذا بنا يعودوا يتريتوها ويعودوا يجبدو المنبع أنتها الأصلي ويعطوها أن نستفادوه بها المسجد وحتى للساكن حتى للساكن يديروا روبيني كين قاطع المياه أنت على الوسم ونستفادوها